فيما يتعلق إحنا ممكن حكينا عن الأخطاء بشكل عام اللي ممكن نقع فيها بإدارة المقابلة الأولى في العمل ولكن في أمور معينة بتصير هيك زي علامة حمرة أو علامة أحمر إنه ما بيصير نعملها وما بيصير نسألها ما بيصير نتصرف هذه التصرفات وخصوصاً إنه منحكي إحنا بعصر المهارات يعني مش المشكلة بالتعليم ولا بالشهادة ولا بالمعلومة كيف نسوق أنفسنا بالضبط صراحة دانا الموضوع جداً مهم واليوم إحنا عم نشتغل فيه ومنعاني فيه بشكل كبير جداً لأنه عملية المقابلات هي عبارة عملية احترافية نعم يعني فيها تراكم خبرات زي العمل صحيح إذا أنت اليوم راقبت عملت مقابلة أولى أو مقابلة ثانية أو مقابلة ثالثة وشعرت أن الأمور مش كويسة قوهد في الرابعة والخامسة والسادسة لأنه هاي بالنهاية عبارة عن خبرة بتصير معاك أثناء المقابلات هاي المقابلات اللي بنحكي عنها اليوم هي أساس لمدخلك للشركة ودائماً فيها سايكولوجي عالي يعني دائماً الـ HR أو الموارد البشرية بيكونوا بدوروا على سايكولوجي المدير بيكون دوروا على شغلات تانية بجوزة يكون مدير التسويق موجود مدير الإنتاج موجود لذلك بنركز بشكل أساسي جداً أنه هاي الشغلة عبارة عن خبرة لذلك لازم نتبع فيها شغلتين أول شغلة نخطط للمقابلة قبل بيوم نفهم إحنا وين رايحين كيف رايحين شو الدات اللي لازم ناخدها والنقطة التانية نمارس زي بروفا مع أي واحد تاني بحيث أنه ما نصف عنها أنا بدي أتوقف لأنك حكيت إشي كتير مهم هلأ اللي بيصير إنه طراحة شبابنا بروحوا مش فاهمين شو لازم يعملوا ومش فاهمين الأمام هم شو بده فإنت حكيت لازم نعرف المسؤول عن قسم الموارد البشرية شو بده أو المجيش شو بده فاللي بدي أععد معه كيف بدي أعرف شو بده أو هل هي عموميات يعني بتكون ثابتة هلأ معظم الأوقات أنا بكونش بعرف مع مين راح أقعد بزرح لكن لازم أعمل خطوتين أول خطوة إنه أنا أحضر للمقابلة شو ما أنا أحضر للمقابلة؟ أخذ معلومات عن الشركة أفوت على الإنترنت أخذ معلومات كاملة عن الشركة أخذ معلومات على المنافسين أخذ معلومات على نشاطات هاي الشركة مين اللي موجدين فيها هاي الإشي الأولي الإشي الثاني زي ما حكينا بأخذ زي بروفا أو براكتس كيف أعمل الإنتربيو الآن قاعدت أنا اليوم مع HR أو مدير عام أو مدير إنتاج لازم أعرف إنه دايماً الموارد البشرية بتركز على الشغلات السايكولوجية حلو يعني نروح على الجانب علم النفس أكثر بالضبط كما يتعلق بالجلوب مع الموارد البشرية الموارد البشرية ما بدي أنا أروح على مدير عام أو مدير تسويق أو مدير إنتاج معاناته بدي أروح على الدومين اللي هو مختص فيه أركز أجوبتي على النقاط اللي هو مركز فيها تمام كمدير عام نعم تنمع الشركة وعلى المدير وعلى النملاة هذا يعني القاتل مباشرة بعمل لك نوك آوت من بدايتها الإشي الوحيد تقدر تقول بس شو الجواب الدبلوماسي بالضبط بدي تحكي الشركة كانت كثير كويسة صراحة بدأت فيها حياة كثير كويسة عملت شغلات كثير كويسة سقلت جزء في شخصيتي لكن أنا حاب أتطور أنا حاب أكبر أكثر أحاب أروح دومين أكثر شعر حالي إنه بطل في عندي طموح في هاي الشركة وصلت للبلاتو أو بطل في عندي إشي جديد فعشان هيك أنا صراحة أحاب أني أكون معاكم هاي الجواب الدبلوماسي الأساسي يعني هيك إحنا ما أنكرنا التجربة السابقة تماما وأثبتنا يمكن للأمامنا أو عم نحاول نورجي إنه في عندنا طموح وفي عندنا قدرات حبيدة مية في المية النقطة الثانية لازم ما نحكيها ما نحكي أنا بقدر عمل أي شيء ما بصبت تحكي أنا بقدر عمل أي شيء في المقابلة اللي بسألك شو بدي قدر تعمل أنا أي شيء بقدر عمل كويا لا مش أي شيء بقدر عمل كويا مش واقعي لا مش واقعي وبعد ثلاث شهور هو راح يزهق راح يصير في عليه لود عالي فبالتالي لا أنا إنسان عندي خبرة في المجال واحد اثنين ثلاثة أتوقع بقدر قدر تملكه قيمة في واحد اثنين ثلاثة حلو هاي نقطة أساسية للمحكمها كل محددين مية في المية حلو الآن مرات بسألك شو أنت بتعرف بالشغلة الفلانية أو بالموضوع الفلاني أكبر خطأ تحكي لا ما بعرف وأكبر خطأ إنك جاوب خطأ إنك جاوب عفوا ما تحكي كلام صادق بس ما تحكي ما بعرف بإمكانك تقول صراحة بنفس الدومين اللي بتحكي معاي فيه بجوز ما عندي معلومات كافية لكن عملت الشغلة الفلانية المشابهة لإلوك أوكي فأنت أعطي انطباع بديل شوي إنه أنا بديل شوي أو قريب على اللي أنت بتحكي عنه مش إن أنا بعرفش تماما نعم حاول تحكي إشي قريب على الإشي اللي أنت تحكي عنه طب إذا هو بعيد تماما عن تخصصي أو عن معرفتي إذا بعيد تماما هل الإجابات الصادقة بمقابلة العمل مرفوضة؟ لا الإجابات الصادقة من ناحية مهنية مية في المية لازم تعملها أوكي ما بصير مهنيا لازم تحكيها السمرات شخصيا بإمكانك أنك ما تجاوب كامل السؤال أو ما تعطي المعلومات كاملة لكن مهنيا لازم تجاوب مية في المية نعم النقطة الثانية ما بصير أسأل بعد المقابلة الأولى كم رح تعطوني راتب ما بيزبط أو والله يكمل البكج اللي عندكو لأنه لسه أنت ما دخلت مرحلة ثانية مرحلة ثالثة بصير تسأل عن الراتب بس يحكو لك أنت أبروفد على البوزيشن تبعك وافقنا عليك أنه إحنا أنك تصير موظف عنا هناك أنت بإمكانك تسأل عن موضوع الراتب هلأ حكو وافقنا نعم ممكن أناقش الراتب مية في المية لكن في حال سألوك إذا أنت حاطت ببالك رينج الراتب رائع جدا دانا هذا سؤال مهم جدا في عنا ثلاث خطوات مهمة أول إشي بتحكي لهم حسب الرينج الموجود في الشركة هذا السؤال الأول حسب الرينج الموجود عندكو في الشركة فبتالي هم بحددوا لك أنه والله بتقولهم حسب الكادر هذا الإشي الأول الاشي التاني بتحكي لهم كم أنا لازم يكون في عندي أو شو الرول شو المهام المطلوب مني يعني الجواب الأول حسب الرينج الي عندنا اللي عندكو في الشركة الجواب التاني إذا أصروا عليك بتحكي لهم ما شي أوكي بس شو المهام اللي بتكون إياها مني قبل حتى أنا أحدد الراتب يعني قبل ما أحكي أرقاب بدي الجوب ديسكريبشن أو شو المعارة الوظيفية الإشي الثاني اللي حكيت لك يا إنه بتقول لهم حسب الرينج تبع الشركة إذا أصروا عليه قولك لأ ما في مجال إنت ما قدخل في الرينج الشركة حسنا نعرف كم بدك راتب اعمل قاب عالي يعني بين 40 ل 100 دينار خلي فيه قاب عالي بس هاي القاب مرات بتنفر المؤسسات إنه هل أدى طالب إذا أصر لأ أنا بقول له 40 أزمني مم فرضا 40 دينار بالساعة أزمني مم لحد 100 دينار الأربعين أنا مقبولة بالنسبة إليه بس قليلة بس مقبولة المية إذا ماكسمم لازم أعمل هذا القاب سؤالي بقدر أكذب دكتور أحكي إنه يعني الشركة السابقة كانت تعطيني راتب هالأد أعلي شوي عشان يعلولي الراتب القادم صراحة فيه ناس بعملوا هاي شيء لدانا بس إثيكال وايز إتس مش مقبولي تماما ليش لأنه إحنا سوقنا صغير على كل حق والليوم بالسوشال ميديا الناس صارت تعرف بعض راح يعرفوا فبالتالي هاي النقطة راح تكون نقطة سيئة بالنسبة لإيلو فهاي النقطة لازم كمان نحطها بعين الاعتبار نعم ما لازم نركز في عملية البادي لانجوج تكون جاندي جدا أوكي لازم يكون في عندك نوع منواع الحركة السلسة أو المرينة في عملية البادي لانجوج لما تشتحكي مع الناس خاصة دانا اليوم أنه في مقابلات بتصير فيرشول صح زوم أو بالتليفون هون لازم مباشرة يكون في عندي حركة جسد فيها مرونة لازم يكون في عندي ابتسامة تقريبا طول الوقت ولازم يكون في عندي شعور في الانثوسيازم أو ال ابتسامة يعني بدي برضه يكون عندي ملامح جدية إلى حد دها مش ابتسامة إنه بيكون ولا تكون مصطنعة ولا تكون مصطنعة على الأقل يكون ما يكون مكشر ماشي ويكون في عندي طاقة عم بحكي بطاقة عالية بصوت عالية بوزيتفتي عالية هاي الشغلات كلها بتحمس اللي عم بقابلك إنه يكون لقاء وبدأ ما يقعد معك ربع ساعة وثلاث ساعة ويقول معك ساعة كاملة هاي لازم كمان نحطها بعين الاعتبار في مثلا أسئلة بيجي بحكي لك ليش أنت متوقع نختارك ليش أنت متوقع إنه إحنا نختارك يعني ليش بدي أختارك أنا كمدير مثلا هذا السؤال برضو هذا السؤال المهم لازم أنت تجاوب عليه ما تقول له والله لأنه أنا صراحة تخلزت ومعاي ماستر في المادة الفلانية ومعاي خبرة ما تحكي هذا الكلام لازم تقدم الفاليو المربوطة معاك بالقيمة تبعتي الشركة يعني تحكي لهم أنا شاعر إنه بالخبرة اللي عندي راح أقدم لكو فاليو واحد اثنين ثلاث بالدومين الفلاني أنا بتوقع ضمن خبرتي بالمكان الفلاني إنه يكون في عندي إضافة في شركتك دائما أربط الفاليو القيمة تبعتك مش شهاداتك ولا اسمك ولا كذا القيمة تبعتك بالشغلات التي أنت راح تقدمها للشركة كتير ناس مثلا بغلطوا بسؤال تاني يحكي لي عن حالك فببلش بيحكي بشغلاتك يمين وشمال طب شو يحكي؟ الطريقة الصح السؤال كتير عام برضو بالزبر بيلخم شوي الطريقة الصح الطريقة الصح أنت مقدم لصحبي عمل سي في قبل ما يقابلك تيشي تحكي له حسب ما مكتوب بالسي في عندك إنه أنا واحد اثنين ثلاثة بتبلش من الأقدم للأحدث حسب ما موجود قدامك أكيد حضرتك شاي في السي في اللي عندك إنه أنا درست في الجامعة الفلانية بعدين أخذت ماستر بعدين عملت عشر سنوات بعدين عملت كذا فأنت أمشي بالسي في بالعكس نعم هيك بتحكي عن حالك مش أنا باجي بحكي عن حالي والله أنت خرجت مكان الفلاني رح تنعك رح تتخربط ما رح تقف تحكي شو الصح وشو الغلط وشو المعلوم المهم أبدأ من الأقدم من التجربة الأقدم أقدم إلى الأحدث نعم كأنه السي في قبالي أنا كاتبها وأبلش أحكي عن حالي بالطريقة هاي حالو فهاي نقطة كتير مهمة كمان لازم حطها بعين الاعتبار لما إحنا نجي نناقش مدير عام بسألنا على موضوع تراها إحنا يعني اللي عم نتحدث فيه مهم جداً وخصوصاً لما نتحدث عن معدلات البطالة عالية جداً ولكن بالمقابل المشكلة مش بس بتوفر فرص العمل هي المشكلة بالكفاءات وترويج النفس اللي عم بيفتقدوه هاي مشكلة أساسية عم تخبرنا فإن شاء الله هذا النوع من اللقاءات يساعد شكراً إلى مية في المية أهلاً بينا أهلاً بك